على تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا رفضهم لأي دعوة أو محاولة لعودة جماعة الإخوان الإرهابية للمشهد السياسي والحزبي في مصر ووصف تحالف الأحزاب المصرية هذه المحاولات بأنها أذمة وجريمة في حق الشعب المصري الذي ثار على الجماعة في 30 من يونيو ودفع ثمن غاليا من دماء أبنائه وذكر التحالف أن جميع رؤساء الأحزاب وأعضاء المجلس الرئاسي لتحالف قيادات الأحزاب توعدوا لمن يحاول عودة جماعة الإخوان الإرهابية بردود صاعقة من الشعب المصري